بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا دكاترة سنة أولى طب المنوفية الجامعة الأهلية عاملين ايه يا رب دايما بخير ان شاء الله هشتغل معاكم في الموديول ده بإذن الله الجزء الخاص بالمايكرو الموديول بتاع البلادوي الليمفاتيكس أو الاميونيتي يعني بالنسبة لنا احنا في المايكرو انا ان شاء الله همشي في الموديول ده بالسيستم ان احنا هنشرح ان شاء الله المحاضرات بتاعكم انا بعمل ورق للمحاضرة يعني بتنصيق افضل شوية من البديئ فئات بتاعكم او المحاضرات بتاعكم لكن هتلاقيني مثلا في نص الحصة اما خلطت نص الشرح مثلا هتلاقيني بارجع اقرأ الجزء ده من عندكم من المحاضرات بحيث ان انت لو واحد ما قلق وبيحب لأ انا بحب ان انا يعني ابص في المحاضرات بتاعتنا او اذاكر المحاضرات بتاعتنا هتلاقيني بارجع اقرأ من الورق بتاعي وبرجع اقرالك من الورق بتاعكم اللي هو بتاع المحاضرات عشان تبقى متطمم من حتة المحاضرات ان احنا مش سايبين حاجة يعني تمام؟ طيب في الاول بس اعرفك السيستم بتاع المناعة يا جماعة المناعة مش زي مش زي اللي انتو خطفت في الفونديشن بمعنى ان الفونديشن كان معظمه حفظ تركيب البكتيريا السيلول بتاعها مش عارف بيتكون من ايه المضادات الحيوائي اللي بيشتغل على البكتيريا بعد كده درست بكتيريولوجي درست بكتيريا الستروكشور الفيرلانس فاكتورز عامل الشراسة بتاعتها اللي هي الفيرلانس فاكتورز بتاعتها ايه المناعة مش كده المناعة يعني ايه بنسبة سبعين لتمانين في المية منها فهم جزء بس عشرين في المية او تلاتين في المية منها هو اللي حفظ تمام؟ او حفظ المناعة بيعتمد على فهمك ليه فده حاجة مهمة في المناعة ان انت تبقي عارف ان انت مش داخل على حاجة شبه الفونديشن اللي انت خدته او البكتيريات والفيروسات والحاجات دي خالص المناعة مش كده خالص مهم جدا في المناعة جماعة ان انت تذاكر بالرسومات يعني احنا في شرحنا ان شاء الله هتلاقي ان المناعة كلها عبارة عن رسومات باستثناء تريبا اول شطر او اول شطرين هم اللي فيهم ايه كلام نظري شوية لكن من اول شطر سري هتلاقي ان الحصة كلها بتبقى عبارة عن رسمة رسمة بتاخد الحصة كلها تمام؟ طيب حاجة كمان في المناعة لازم تكون عارفها ان المناعة جماعة عاملة زي المبنى المبنى الدور الاول بعد كده الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع لازم تبني المبنى بالتختيب انت لو وقعت دور في النص المبنى كلها فدي حاجة اساسية في مذاكرتك انت في المناعة ان انت لازم تكون ماشي معي بنظام تصعودي يعني ماينفعش ان انت مثلا تفوت اول شطر او تاني شطر او تالت شطر وبعد كده تقوم نقطت معي في الشطر الرابع ماينفعش هتقع فانت حتى يعني انت مثلا لو مشيت معي شباتر وجيت في النص وقعت شطر لأ جيب وذكره عشان الشباتر اللي بعده هتعتمد عليه وما تجيش تقول لي يا دكتور ما منيجين وصل نصلا في شطر سبعة واجهة اشرح لك معلومة اقولك على فكرة المعلومة دي خدناها في شطر وان تقول لي طب معلش يا دكتور اشرحها لا صعب صعب ليه لان المنح كلها تلاقيها كده المنح كلها مرتبطة ببعضها كلها معتمدة على بعضها تمام فانت لازم تبقى ماشي معي بالترتيب دي حاجة اساسية ومهمة جدا في المناعة تمام طبعا انت المنحك بتاعكم اتغير عن السنين اللي فاتت في حاجات جديدة يعني اتزودت وحاجات اتشال فهنمشي زي ما قلنا بالبيدي افات بتاعكم بس كل اللي انا بعمله ان انا اعمل مذكرة منصقها وهتلاقي بقرة البيدي اف بتاعك عشان تكون مطام خلاص فانا هشرح من الورق بتاعي ومن المذكرة بتاعتي ونرجع نقرأ المحاضرات بتاعكم ما فيش اي مشكلة تمام حاجة اساسية زي ما قلت لك في المناعة جماعي يمكن شابتر وان وشابتر تو مفهومش الحتة دي قوي حتة الرسومات الرسومات اساسي في المناعة مش هتقدر تفهم مناعة من غير الرسومات فمهم جدا ان اي حاجة بتترسم ارسم مهمها مهمة جدا تمام وهتشوف اهمية الكلام ده من اول شابتر سريب اذن الله خلاص طيب نبدأ با يا جماعة شابتر وان شابتر وان في المناعة جاي يكلمك عن حاجة اسمها النيت اميونيتي طيب قبل ما نشرح اصلا يعني ايه النيت اميونيتي تو خلينا نفهم الاول يعني ايه اميونيتي يا جماعة جاي من كلمة اميون اميون دي كلمة لاتيني بالمناسبة بالعربي هي ايه دكتور هي مجند مش مناعة مجند المجند بلادين ال fuego immции الكلمة بدأت تتحرف وعند ان 준ه يحدث في النهائي ويصرت ان انث lineup rating باكدمر ستㄸ المجندين الا Buch urm اميونيتي بتسجيل الرسومي้ booming داته مانع ايه دكتور يعني مانع المانعة Diaz completely cannot المناعة التي تحمينا ضد البكتريات، ضد الفيروسات، ضد الفنجايد، ضد البروتوزوة، ضد أي كائن الجيش الذي يدفع عمنا المجندين هي هذه المناعة المناعة يا جماعة زراعين اثنين أساسيين، ملهمش ثالث هم زراعين اثنين، ولكن الزراعين يتفرعون ما الزراعين بتوع المناعة يا دكتور؟ هناك شيء اسمها إنيت إميونيتي وحاجة اسمها أكويرد إميونيتي يعني ايه يا دكتور إنيت إميونيتي وعني اكويرد إميونيتي إنيت إميونيتي بالعرب يا جماعة يعني مناعة ذاتية، المناعة الذاتية يمكن أنتم وحد منكم يعرف شوية كلام من الكلام التي أخذناها في الأحيان في سنوية عامة إنتوا أخذتوا المناعة، طبعاً تفكرين بقى إيه اللي هي الأجسام المضادة والأنتيباطس كل الكلام ده هيتشرح بس بالطب بقى، فاهمني؟ فالإميونيتي اللي هي المناعة الذاتية، طيب الأكويرد إميونيتي بالعرب يعني مناعة مكتسبة الترجمة مبدئياً ووضحت لك أنت بتتكلم في إيه؟ في مناعة يا جماعة إحنا مخلوقين بيها، مولودين بيها وموجودة من أول ما تولدنا هذا المناعة الذاتية، كنت تحتاج جامعة ل發展 أن تستخدمك حتى ينشطها، لا منعها جدة ربنا خليقنا بيها، هذه المناعة الذاتية أن تكون الإنت إميونيتي منذ إسم أيها تطيع ال Integral Immunityようにسمها Experimental Immunity ينام Liverpoolупftal Immunity والأن تحتوان على ربينا خليقنا بيها، SPD لكن الفارع الثاني من المناعة يسميه Between acquired Immunity المناعة المكتسبة، نهايةً أي أننا نكتسبها بعد anys نحن نتعب لكي نشغلها ونكتسبها بعد الولادة. ليس أول ما تتولد تكون جاهزة معك. لا. أنت تكتسبها مع الوقت. يسموها الأقارد إميونيتي. يسموها اسم الثاني يا جماعة. يسموها أدابتف إميونيتي. أدابتف إميونيتي يعني مناعة تكيفية. أنت تستخدمها عشان تتكيف مع البيئة. مع البكتريات مع الفيروسات. أي يعني تكتسبها. بتتكيف بها. فسموها إيه؟ أدابتف إميونيتي. ما الفرق بينهم يا دكتور؟ قبل أن تشرح الفرق بينهم. أديني مثال. خلية من إميونيتي. خلية من إميونيتي. خلية من الأقوار. هي إميونيتي بحيث أن أنت تقدر تقارب. خلية الإميونيتي. أنا لا أعرف أن تخطوها في الهستولوج. ألا لسه. خدتوا الخلايا والسلز والكلام كله. لكن دعونا بسهولة خالص. من الأحياء حتى. الخلية الملتهمة. وهي أهمهم من الفاتوسيت. وهي أهمهم مثلا نيتروفيلز. هي أنا أخبر�� المكروفيج. هذه خلية من خلايا الإميونيتي. خلية من خلايا أي أعمل من خلية الإميونيتي. خليةfta الإميونيتي أو الإيدابتب في إميونيتي. одного أو الإيداباتي أو الإيدابتف إميونيتي أجدام هالإيدابت��를 أشرحها في شابتある ثري. شابتر وان يؤلمك out of covered faster. إنما يلمشونها في شابتر ثري. سأشتريح في شابتر ثري، خلية الماكروفاج وخلية الأنتباضي خلية الماكروفاج كممثل للإنت إميونيتي وخلية الأنتباضي أو الأنتباضي لأجسامه المضادة كممثل للأكوارد إميونيتي نقارم من حيث إيه؟ أولاً يا جماعة نقارم من حيث بريسنس لو أضع أوجه المقارنة مثلاً أقول بريسنس وجوده، أنا أقول لك الإنت إميونيتي من اسمها كده مناعة ذاتية، طبيعية يعني ربنا خلية بيها، يبقى من أول ما تولد الخلية دي موجودة وجهزة، فبنقول إن هي بريسنس سينس بيرس يعني لو قلنا أوجه المقارنة الأولينية دي إجزامبل إجزامبل ماكروفاج والأنتباضي ماشي الواجه المقارنة الثاني بريسنس، الإنت إميونيتي دي مناعة ذاتية يبقى موجودة من أول ما تتولد، من أول ما تتولد هي موجودة وجهزة وتشتغل عطول، سينس بيرس، لكن الأكوارد إميونيتي لا، أنت بتتولد وبعد كده مع الوقت، المناعة المكتسبة بتبدأ تكتسبها بمرور الوقت يبقى ده بريسنس أفتر بيرس، مش أول ما تتولد هي موجودة معاك، لا، تمام؟ طيب، الفرق الثاني يا جماعة، الفرق الثاني حاجة اسمها البريفياس إكسبوجر البريفياس إكسبوجر، الماكروفاج، خلية الماكروفاج يا جماعة، بتصحى الصبح شافت ستاف أوريس، بكتيريا اسمها ستاف أوريس، تمسكها وتضربها، هل الماكروفاج، كالنية إميونيتي، من أعزتي هل الماكروفاج محتاجة تكون شافت البكتيريا دي قبل كده؟ لا، خلية الماكروفاج بتصحى، شافت أنتجين تضربه، أنا مش محتاجة أكون شفته قبل كده، مش محتاجة بريفياس إكسبوجر، مش محتاجة النقطة دي، تمام؟ لكن خلية الانتباضيز أو الأكسام المضادة، لكي تشتغل ضد حاجة لازم تكون شافتها قبل كده، لازم يكون في حاجة اسمها بريفياس إكسبوجر، يبقى الانتباضيز أو الأدابت في إميونيتي بصفة عامة أو الأكوار إميونيتي محتاجة بريفياس إكسبوجر، تمام؟ أتوجد المواجه المقارنة التالت الميموري سيلز، يعني دكتور ميمور سيلز، ميمور سيلز بالعربية يا جماعة يعني خلاي ميموري Muslim 같아요 يعني خلايا ذاكرة دكتور يعني خلايا تخزينية خلايا تخزينية أو خلية ذاكرة، 현재 لميكروفاج، هل ميكروفاج تكون التغييف ليس سولها То يمنع المستقبل hasn't involved عمي لا، هل الميكروفاج، أساً لن يشاهد المسفيدك؟ هل تحتاج الانتجين إليه يجبها يعتبر هذه المستقبل؟ يجب أن تضربها أولا، هلn يكون خليه للمستقبل؟ فهذا inspiration لا تحتاج الانتجين إليه إليه. ولا تتكون پيرابعش التجارب المستقبل مشابه. ولا تتكون ميموريسل، يعني خليه يتذاكر المستقبل بحيث أنها تشاهد نفس الانتجين في المستقبل، تشاهده كأنها شاهدته أولاً، والآن ليست محتاجة الانتجين. يعني أنها يتكون ميموري سيلز خلية مستقبل للمستقبل لذلك لو رأيت تلك الأنتو جنس ولا هي أصلاً محتاجة تكون شافة الأنتو جنس عشان لو رأيت تلك الأنتو جنس مرة تنية تضرابكم وأنها شافته قبل كده لماذا؟ لأنها محتاجة بـ Previous Exposure. يبقى الـ Antibus في الـ Action بتاعتها بتكون حاجة اسمها Memory Cell خلية مستقبل ذاكرة للمستقبل. لماذا؟ لأن لو شاهدت الـ Antibus في المستقبل مرة تانية تضربه كأنها شاهدته قبل كده لماذا؟ لأنها محتاجة لتعمل محتاجة بـ Previous Exposure. يبقى هي بتحتاج بـ Previous Exposure وبتكون Memory Cell ده الـ Acquared Immunity أو Adaptive Immunity على عكس الـ Innet Immunity. مثلا فيه فيروس اسمه Hepatitis A Virus. فيروس ايه اللي احنا نعرفه تعالي الكبد. فيروس ايه لو انت جالك مرة؟ فيروس ايه يقولك انت عندك مناعة طول العمر. مش هيجيلك تاني ليه؟ لأنك بتكون نوع من أنواع الـ Antibus. Antibus اللي هي الأجسام المضادة. الـ Antibus اللي هي الميموري. الميموري Antibus. خلية Memory Cell للـ Antibus. الخلية دي يا جماعة بتانيها عايشة في جسمك. لو شافت الفيروس ده دخل في جسمك انت خلاص جالك مرة خلاص خلصنا. وكونت الميموري سيلز. الفيروس جالك تاني. بعد عشر سنين الفيروس جالك تاني. تطلع للميموري Antibus. تهاجمه يتقضي عليه على طول. عشان كده يقولك ايه؟ لو جالك فيروس ايه مرة؟ استحليه يجيلك تاني. ليه لأنه بقى عندك مناعة ليه؟ لأنك كونت Memory Antibus. يبقى هي دي فايدة الميموري سيلز. انها خلية ذاكرة للمستقبل تحميك. لو تعرضت للنفس الانتجين. وصلت؟ يبقى قلنا الامبال. قلنا البريسنس. وقلنا البريفيوس اكسبوجر. وقلنا الميموري سيلز. طيب. النقطة رقم اربعة. الاسبيسيفيسيتي. الاسبيسيفيسيتي يعني ايه؟ بالعربي يعني التخصصية. الماكروفاج يا جماعة. او الانيت امينيتي بصفة عامة. المناعة الذاتية دي. نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني الماكروفاج بتصحى الصبح. يا فتحي عريم يا رزاق يا كريم. تتنيها تلف في الدم. لقيت فيروس تضربه. لقيت بكتيريا اسمها ستافوريس تضربها. لقيت بكتيريا اسمها ستريبتوكوكوي تضربها. لقيت مثلا ناسيريا تضربها. يعني مش فارق معها اه. يعني تضرب اي حاجة اه. نون سبيسيفيك لي. لكن حيث المهم بيكون متخصص الأكوار؟ يعني كل أنتباضي يضرب أنتباضي بعض DBNM معين religion غير الانتباض اللي بتضرب الزبض يعني أم انتباضي ستكلم متخصص على حسب الانتباضي كل أنتجن له أنتباضي معين كل أنتجن له أنتباضي معين لكن الإنتجن أو الماكروفاج يعني الماكروفاج لا تصحى الصبح التانية هتلف أي أنتجن تمسكه تضربه non specific ولذلك سموا الإنتجن أو natural immunity سموها اسم ثالث سموها إيه بقى non specific immunity اللي هي المناعة الغير متخصصة لكن الأقوار أو الأدابت في إميونيتي أمو جمي سمينا هي بقى specific immunity فهمت لذلك هي الأقوار لكنها هي الأقوار non specific نقطة اللي بعد ذلك ستعتمد على نفس النقطة التي هي antigen dependancy أنا لسه أقول لك الماكروفاج تعمل على أي أنتجن أو أنتجن معين الماكروفاج النت إميونيتي تعمل على أي أنتجن non specific يبقى هل أنا كماكروفاج هل أعتمد على أنتجن داستاف أو ستريبت أو فيروس لا يبقى أنتجن لا تعتمد على لا تعتمد على الأنتجن لكن الأقوار داستجن كل أنتبادي يضرب بكتريا معينة كل أنتبادي يضرب أنتجن معينة يعني أنتجن dependent أنا بعتمد على الأنتجن تمام طيب الواجه المكرن اللي بعد كده الأنصت الأنصت الماكروفاج كأنية اميونيتي أو ناتشرال اميونيتي بتصحى الصبح تلاقي أي أنتجن تلسك وتضربه حالاً فالأكشن بتاعها دايماً بيبقى اميديات اميديات أنا هضربه دلوقتي حالاً لكن الأكوارد اميونيتي إن شاء الله لما نشرح الأكوارد اميونيتي سأقول لك لا هذا الأنتباضي يجب أن تعمل خطوات أنتجن يتقطع ويتقدم ويتعرض قصة قصة كبيرة وتأخذ وقت الأنتباضي أو الأكوارد اميونيتي بصفة عامة تأخذ وقت تمام؟ يبقى الوقت متأخر على العكس الأكشن يبقى رابد رابد سريع أو وصلت ويبقى الأكوارد اميونيتي نستطيع أن نقول أن الأنسب بصفة تلت يعني يا دكتور في وقت على ما الأكوارد اميونيتي تبدأ تشتغل تمام؟ يبقى الانتباضي سريع ولكن الأكشن بتاعها بيبقى أبعض شوية لس ولذلك هناك أكوارد اميونيتي لو نقول أن الانتباضي أقوى المنعزة هي أقوى يبقى الأكوارد اميونيتي لماذا لازمة يبقى الأكوارد اميونيتي يعني أن الأكوارد اميونيتي هي الأقوى الأكشن بتاعه مور أقوى يبقى لازمة تبع عارف أن المناعة الداتية هي سريعة ولكنها ضعيفة لكن الأكوارد اميونيتي هي مناعة قوية ولكنها بطيئة يقصد Game Manряب ولكنه ليس. لكن الأقوار دي إميونيتي بيبقى الأنسة في أكشن بتاعها ديليل. التأخذ وقت شوية على ما تشتغل ولكنها بتبقى الأكشن بتاعها أقوى. وصلت. يبقى درعين اثنين بتاع المناعها. انت يا دكتور هتدرس إيه في شابتر 1؟ هتدرس الإنيت إميونيتي أو النتشرة الإميونيتي. ان شاء الله في شابتر 3 هندرس الإنيت إميونيتي أو الادابتف إميونيتي. تمام؟ تعال كده نقرأ الانت اميونيتي بيقولك في الاول الاميونيتس اللي هي المجندين هي عبارة عن الريزيستنس تول هوست أجينس المايكرو أورجنزم هي قدرة الإنسان ان هو يتقوم المايكرو أورجنزم أو أي فورن سابستنس بتتقسم عندنا درعين اثنين للمناع الانت اميونيتي وأكوارد اميونيتي الانت اميونيتي اللي هي سنسبيرس إنما الانت اميونيتي دي ادابتف ديورنج الكورس اوف لايف طبعا مقارنة مهمة جدا المقارنات بصفة عامة في المايكرو مهمة جدا يجبACK مقارنة ما بين الانت اميونيتي أو الناتشرا ek devalu significant annuity والندحية التالية الاكوارد اميونيتي او الادابتف اميونيتي اللي هي الاسpecific اميونتي حسنا عبدو اول حاجة البراثنز الآن هنا الانت اميونيتي دي موجوده من firsts إنما براسنزي افتر برس يعني أفتر اكسو بوجريتو الباثوجن وبعد ما تتعرض للفاثوجن تبدأ تتكيف وتكون له مناعة تكيفية مناعة مكتسبة أو بمناعة تكيفية اكتسبناها مع الوقت لما تعرضنا للإنتجنز هل الإنتجنز لها ماضي تحتاج exerc concentrate deplhi'mo sider لا لماذا ماضي ولا مستقبل لا prevention exposure ولا memore�� لا محتاج beneficial explorer ولا تكون Drivers على عكس paint algorithm والتكون المستقبل أن تضرب مرة لا تقلح لأعلى. الفاصلات الانتجين획 سيستعمل அ定قي معين معين فقط بمناعة ذاتية تشتغل بسرعة. لكن الناحية الثانية بتتأخر شوية. يعني تمام. الكفاءة هي سريعة ولكنها ضعيفة شوية. لكن هي بطيئة ولكنها أقوى. وصلت. يبقى دي اول مقارنة مقارنة مهمة جدا ما بين الانت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي. طيب احنا هندرس ايه بقى يا جماعة الانت اميونيتي. ان شاء الله هندرس بعد كده الاكوايرد اميونيتي مش معانا في الانت اميونيتي او زي ما سمناها الانتشرال اميونيتي. ايه الكاركترز بتاعتها. هم دول بس لا يا دكتور الكاركترز بتاعتها هم كل دول. يعني انها بريسن سنس بيرس. مش محتاجة بريفيس اكس بوجر. ما بتكونش ميمورو سيل. هي انتجن نانت سبسيفك. هي انتجن انديبندت. الاكشن بتاعها اميدياد. هو جاب لك هنا تلاتة كاركترز بس. لكن انت عارف الكاركترز كلها من الجدول. تعال نقرأ كده. انها ناتشرال يعني بريسن سنس بيرس. يعني اميدياد. هي اول خط دفاعية لانت اميونيتي. واليمين الاكوايرد اميونيتي. ماشي. بقيت الصفات انت عارفتها فوق. طيب. نخش بعد كده على لانت اميونيتي. يعني يا دكتور لانت اميونيتي. دلوقتي انت داخل حرب. انت كمصر مثلا. يعني انا ما بلاش مصر. عشان ما ايه ما نفولش. في قلق اليومين دول. خلينا نقول ان بلد داخل حرب. يقول لك احنا هنحط خط دفاع اول وخط دفاع تاني. يبقى الانت اميونيتي خلاص سيبك بقى من الاكوايرد اميونيتي. الاكوايرد اميونيتي هتدرسها في شكتر تاني. انا هنا بتكلم عن الانت اميونيتي. الانت اميونيتي يا دكتور بتتكون من خطين اتنين دفاع. الخط الاولين بيسموه الفيرست لاين. الفيرست لاين اف انت اميونيتي. طيب بعد كده خط الدفاع التاني. الساكند لاين. الساكند لاين اف انت اميونيتي. طيب. خط الدفاع الاول. طيب يا دكتور احنا نقول ان احنا في حق. هنقول ان خط الدفاع الاول هو هو عبارة عن العساكر ماشي بقى انت عرفت ان خط الدفاع الاول هو مين العساكر طب ما العساكر متقسمين في منهم عساكر مشاه وفيه عساكر هيعملوا دبابات وفيه عساكر قناصة وفيه عساكر هتاخد مش عارف البحر فيه عساكر هتاخد طيارات قال لا يبقى نفس خط الدفاع بيتقسم لخطوط فرعية نفس النظام الحرب المناعة الانيت اميونيتي هتدفع عنك بخط الدفاع الاول طب ما خط الدفاع الاول ده متقسم تلاتة خط الدفاع الأول يسمونه الاساب أنتوميكال باريار، حاجة الأناتومية اللي ربنا خلقنا بيها هو ده قط الدفاع أو ده الفيرس لاين. طب بالآناتوميكال باريار، يتقسم ثلاثة بقى. يتقسم دكتور، يتقسم ميكانيكال وكيميكال مواد ميكانيكية أو حاجات ميكانيكية حاجات كيميائية كيميكال وبييولوجيكال يعني حاجة بيولوجية يعني كائن حيي. يبدأ خطة دفاع الأول الذي يدافع عننا في الأنتيميونيتي هذا هو الفيرض اللي هو الأناتوميكال بريار ثلاثة مشيول relation بيولوجيكال الخلصت خطة دفاع الأول الأرجانيزم أو الكائن الغريب عبدا من خطة الدفاع الأول هايسكت لا هيقابل مين خطية الدفاع الثاني السكند لين او الأنتيميونيتي الوسط دعا هذا مع الأمر انتهم igans خطويذ فرعية أنا بحفظها الزائد pennant two by. two by. two by. two by. six by five. Cells and cytokines. and grotes and proteins. line metabolic restoration and proteins. who is the inflammatory barrier and proteins. seven by seven by five. cells and cytokines with protein. الر Liners and cytokines. is bary teu ou dipain I speak withucotis. hacen these bycteria that knee薄 so that first being the innate immunity that Quem collects blood is chief Pro and suppliers, instant lower Cruiser out of the surface. المناعة المكتسبة في بعض المراجع تقول لك إيه؟ هو الخط الثالث يعني الخط الأولاني هو الخط الثاني الخط الثاني الخط الثالث هو الخط الثالث هو الخط الثالث و اعطي منك تكتبها كده عندك يا سيدي ايه؟ ايه هي اللاينز بتاعة الانت امينيتي؟ الفيرس لان اوف ناتشرا الديفينس او انت امينيتي هي في مكان دخول البكتيريا الجسم الانسان او الفيروس الجسم الانسان بيسموه اناتوميكال باريير عبارة عن تلاكا ميكانيكال كيميكال بيولوجيكال بعد كده الساكند لاين لو الارجانيز معد من الفيرس لاين هيقابل الساكند لاين عبارة عن ايه؟ بروتين يسمى بروتين يكون اثنين بالسي واتنين بالبيسيلز وصايتوغاين وبرير وبروتيين تمام؟ حسنا هنبدأ يلا هنبدأ نتكلم عن هذه الخطوط اول حاجة يسمى اللي هو الاناتوميكال باريار انا قلت لك ثلاث حاجات ميكانيكال كيميكال بايولوجيكال هنبدأ باول حاجة الميكانيكال باريار حاجة ميكانيكية في جسمنا وبتحمينا انا بحفظها كده جامعة وميورت ticks وما ك生ه اولا الجلد من رحمة ربنا انخابین ما هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ الجلد من رحمة ربنا انجيمة الجلد انجرينا يعني دكتور فالجلد هنإمكانيievers اما كانت اتخش بسهولة من رحمة ربنا انجرينا حاجة ميكانيكال تحمينا ميورت objects تجد استخدامنى distikest لأنه لو متقطع البكتيريا أو الفيروس سيعادي بسهولة يبقى سكن وميوقس من بالإنزاءات فتحات جسمك يا جماعة أولا العين عليها حارس اللي هو الرموش الرموش بتاعتنا بتحمينا طيب ايه تاني؟ الدموع التيرز اللي في عينينا بتحمينا هو ربنا خليلنا التيرز عشان نعطنا عاية؟ لا طبعا التيرز لوبريكانت للآي وفيها مواد قاتلة للبكتيريا طيب ايه تاني؟ خلصت العين فش على المناخير المناخير فيه الهير الشعر اللي موجود في المناخير ده مش مخلوق عشان نحلقه عند الحلق الشعر موجود عشان لو فيه اي فورن سابستانسة بتخش ما هتقفش الشعر بيقفش في الحاجات دي طيب البكتيريا أو الفيروس عدة هيخش في المجرى التنفسي الرسباراتوريتراكت فيه في الرسباراتوريتراكت يا جماعة؟ مش عارف انتوا هعارفينها ولا ايه؟ الجهاز التنفسي بيبقى فيه حاجة اسمها أسيليا بتبقى شعارات كده صغيرة بيسموها أسيليا السيليا اللي هي بيعاربي الأهداب الأهداب دي يا جماعة طول الوقت بتعمل كده على طول فالرسباراتوريتراكت جهاز التنفسي بتعمل كده لعشان اي حاجة تحاول تدخل تقوم ترجاع فاكر انت اللعبة اللي كنا نعرفها لنا صغيرين كده تقعد تطرد بتاعها الغريبة اللي بتقوم اي نفس النظام السيليا تمام؟ طب لو فيه حاجة دخلت هتلاقي بكوح الكاف الكافنج ريفليكس ده بيطلع العقس السنيزينج بيطلع اي فورين سابستانس دخلت يبقى كل دي حاجات ميكانيكية في جسمنا بتحمينا بيسموها الميكانيكال بريئر عبارة عن ايه سكينو ميوكوس ميمبرين زائد فتحات تعالوا نقرأ كده انتك سكينو ميوكوس ميمبرين الفتحات بقى يلا ها القف والسنيزينج بيكسبل اي فورين سابستانس بيطلع لك اي حاجة غريبة الهير الشعر اللي موجود في النوز السيليا اللي في الموجودة في الريس باراتور تراك اللي بتتحرك على طول بتعملك البلينكينج رفليكس اللي ان حاجة غريبة تخش تلاقيك بتبربش او تيرز الدموع اللي موجودة في عيننا تمام طيب اول حاجة في الفرس لايم هي ميكانيكال بريئر طيب تاني حاجة عندنا يا جماعة هي كيميكال بريئر يعني كيميكال بريئر يا دكتور يعني مواد كيميائية مادة كيميائية في جسمنا وبتحمينا طيب مثال واحدة واحدة كده العرق هو ربنا خليلنا العرق عشان نتعرف لا طبعا العرق يا جماعة بيحتوي على مواد قاطلة للبكتريات وقاطلة الفيروسات السويت بتاعنا العرق طيب ايه تاني قديل السويت طيب عندك اشهر حاجة واهم حاجة جماعة هي الاستومك اتشي سي ال المعدة بتاعتنا المعدة بتحتوي على حمض حمض قوي اسمه حمض الاتشي سي ال هو ايه فايدة الحمض ده المعدة دي اكتر كائن بيتعرض لحاجات غريبة ليه بسبب الاكل احنا عملين اكتر اكتر عضو يتعرض لحاجات غريبة الاكل بتاعنا بيخش في بكتريات بيخش في فاولوسات بيخش في فتريات حاجات كتير اوه في الاكل طيب ايه التي تحمينا بقى الاتشي سي ال حمض قوي اي حاجة تعادل يقوم الحمض ده مموتها يبقى حمض الاتشي سي ال ده بيحمينا مادة كيميائية كيميكا نفس الكلام يا جماعة تحت في الفيميل في الفاجاينة الاضلت في ميال فاجاينة الفاجاينة بتاع الفيميل بتحتوي على Asidic BH حمض قوي في الفاجاينة بتاع الفيميل ليه؟ عشان اي بكتري او فيروس يحاول يعدي من الفاجاينة الاسدك BH دي تموته تمام تعرف ان بالمناسبة يعني ايه سبب الاسدك دي؟ بكتريات عايشة في الفاجاينة بتاع الفيميل اسمها Lactobacillai بتطلع لكتك اسد فبتخلي الفاجاينة Asidic يبقى ده مادة كيميائية ايه تانية يا جماعة؟ إنزيمات موجودة في الجهاز الهضمي بتحمينا تعرف الدموع بتاعتنا لو الدموع نزلت ولحزتها كده هتلاقي أسيديك عشان بتحتوي على شوية أسيديك كده تقتل البكتيريا كل دي مواد كيميائي الكيميكالز بتحمينا خط أول للدفاع عننا وصلت؟ تعال نروا كده قلنا لسويت قلنا اهم حاجة لسه موتهاش الانتي بكتيريا الانزيمز اللي موجودة في الصلايفة اللعب بتاعنا بيحتوي على إنزيمات هاضمة بتخدم وتقتل البكتيريا اللي هو اللو بي اتش بتاعها الاسيديك بي اتش بتاعها الاسيديك بي اتش اللي موجود في القدل فاجعينا اهم حاجة جماعة في الكيميكال باريير حاجة اسمها اللايزو زايمز مش اللايزو زومز اللايزو زومز دي بتبقى جرانيولز كده أنا هنا بقول لك ليزو زايمز ايه بصا اكتبع لك ايه ليزو زايمز يعني ايه؟ إنزيمات دي بتطلع في المناعة الذاتية إنزيمات في جسمنا بتبقى موجودة على فكرة على الجلد من بره بتبقى موجودة في الدم في الدم بتاعنا يعني اسمها ايه وبتبقى موجودة في خلايا كمان منها النيتروفيل مثلا اسمها ايه اللايزوزاينز الإنزيمات دي ايه فايداتها يا جماعة بتكسر البكتيريا البكتيريا السلور خصوصا طبقة هي طبقة قلبب طايدو جلايكان لير مهمة جدا بيجيبوها كتير جدا يقول لك اللايزوزاينز بتشتهل على ايه في البكتيريا البكتيريا السلوول اللي هي ايه برضو طبقة الايه البكتايدو جلايكان لير مش اي طبقة مش طبقة الليبيتوك أسد فاكن تفاكر بكتايدو جلايكان لير اصلا كنا اخدناها يا جماعة في اول شابتر في المنهج اول شابتر في الجنرال كان فيه البكتايدو جلايكان ليرو في الجرام بوزوتف والجرام نيجاتف هنا كان ثك هنا كان ثني هنا خمسين في المئة من السلوول هنا خمسة في المئة من السيلوون فاكرين القصة المقارنة ما بين السيلوون بتاع الجرام نيجاتيف والجرام بوزوتف ما علينا المهم ان كان فيه طبقة ثابتة فيهم هما الاتنين اسمها طبقة البوبتايد و بلايكان لير الطبقة دي بيشتغل عليها اللايزوزايمز مهمة جدا و بتيجي كتير جدا امي سيكيو خلاص تعالى نقرأ كده السامي يقول لك افل حاجة عندك اللايزوزايمز هي عبارة عن انزيمات موجودة في اللاسكين و في الـ hormones آمن عن المسكيمة بيتموت البكتير تعالى أنها تقصر طبقة الببطايد و كما كانا موجودة في السيلوونonإخلت بكمsi تك 기분 طبقة الببطايد و لايكان لير الطبقة السيلوون وصلت؟ طيب رقم ثلاثة يا جماعة يبقى احنا قلنا mechanical chemical رقم ثلاثة biological biological barrier يعني ايه biological barrier يعني هاجس بيولوجي يعني هاجس كائن حي يعيش في جسمنا وبيحمينا قال لا هو فيه كائن حي يعيش في جسمنا وبيحمينا اه فيه بكتيريا يا جماعة عايشة في جسمنا اسمها البكتيريا فلورا هل ن terra؟ لا هو الفلور المنقضة على الكترية shrug Э definiarale هذه البكتريا فلورا vivir debculية نchmal Casum بدلنا الفلورية عايشة فلوروس خذ م BLF هذه البكترياq Inteسا هذه البكتريا نحن بطرب جنبها عادي هذه البكتارية استنمو خارج ما هو باي خارج باسو جينيك باسو جينيك بكتاريا يعني باسو جينيك باكتاريا بس proceso بكتيريا مسببة المرض ،ها تحميل هذه المبكتيريا فلورا دي تحميلها يشارك بكتل ع Rebecca Flural بطلع اه overt Gay ت PERF فلورا عيش في الامعاء تحميلها عن طريق بطلع مواد بكتيريا يبدو أن هناك أكل مواد غذائية للبكتيريا. ما الذي يحدث؟ البكتيريا فلورا تتخان مع البكتيريا. يتخان مع بعض. يتخان مع بعض على الأكل. يبدو أن البكتيريا فلورا تتنافس مع البكتيريا على الأكل. فالبكتيريا لا تجد أكل. فالبكتيريا لا تأكل فما تستهر فما تسبب لي مرض. يبدو أن البكتيريا فلورا تتحميني. ما دليلك؟ في بعض الحالات تموت البكتيريا فلورا من جسمنا. تبدأ البكتيريا تنمو وتستهر وتسبب لنا أمراض أشهرها. بكتيريا اسمها الكوليستروجيام ريفيسيل. تتكاثر في الجهاز الهضمي وتعمل لها مرض اسمه أنتيبيوتوك أسوشيت الدارية. ما علينا مش قصتنا. النتيجة النهائية أن أنا أعرف أن هناك بكتيريا عايشة في جسمي وتحميني اسمها البكتيريا فلورا. كيف؟ عن طريق أنها تنهيبت البكتيريا بتطلع موادة وإنهيبت البكتيريا. وأنها تتخاني مع البكتيريا على الأكل. فالبكتيريا لا تجد الأكل فما تستهر فما تسبب أمراض. وصلت يبقى ده بيولوجيكال باريار. ده حاجز بيولوجيا عايش في جسمينا وبيحمينا اللي هو النورمال بكتيريا فلورا. البكتيريا فلورا دي نط بسجينك مش مسببة للمرض للإنسان. بل بالعكس بتحمينا إزاي أولا. ورقم واحد بتصبريس الجروس أو أثر بكتيريا. عن طريق أنها بتطلع موادة وإنهيبت البكتيريا. رقم اثنين. أنها بتتنافس معها على الأكل. فيقول لك جيف ريزون أو إكسبلين. البكتيريا فلورا اس كونسيدرد أبييولوجيكال باريار. لماذا؟ لأنها بتحمينا عن طريق واحد اثنين القصة اللي احنا شرحناها. وصلت يبقى أنا دكتور فين دلوقتي. أنا في المناعة الزاتية في الانيت إيمينيتي. قلت أول خط من خطوط الانيت إيمينيتي. الفلسطيني في الانيت إيمينيتي تلات حاجات. هو أناتوميكال. حاجة أناتومية. أناتومية. تمام. ميكانيكال كيميكال بايولوجيكال. ميكانيكال اسكين وميوكوس ميمبرين زائد فتحات. ويبدأ تتكلم. مياشي كيميكال مواد كميائية. أي مواد كميائية بقى. لكن لا تنسى الليزوزينز. لا تنسى مهمة جدا بتكسر طبقية. مياشي كيميكال بايولوجيكال كائن حي بيحمينا وعيش في جسمنا بكتيريا اسمها بكتيريا فلورا وعرفنا فوايدها. الكائن الغريب سواء فيروس أو بكتيريا عدا من الفيرست لاين هيقابل. هنسكوت له. لا طبعا هنطلع له مين بقى. الساكند لاين أوف إيمينيتي. طيب بص يا سيدي. أنا قلت لك أن الساكند لاين أوف إيمينيتي هو أربع حاجات. لايفถ scroll ed y. ثم يوجد ساكنود فيcipline. ثم يوجد برايئر في الانشب!!!!!! ثم يوجد سريخه ليس دائم من فريقنا. برايئر الكائن interpretation. برايئر اللي هوه soirnt chalk inflammatory. برايئر كله ايةab. ثم يوجد برايئر الثانية هيNO sorry. الرحاصة البرايئر Free trzeba beating. ثم يوجد ساكنرب Linz. يوجد ساكندر CNN Bb. بروتين. دخلنا في التقسيم الثاني هو متقسيم يا جماعة عندكم في المنهج تقسيم تين اتنين. التقسيم الاولينية زي ما قلتها لك وشرحناه من شوية. سيلزل سيتوكاينز بروتين وبرية. ماشي. التقسيم التانية انه هيقول لك ان اول واحدة دي الواحدها والتلاتة التانيين دوله مع بعض. اول واحدة اللي هي ايه؟ السيلز. السيلز كساكن داين ضاجة اه فن الائم انتهاء الاسلزاء يسميها إيه؟ سيلولار كمبوننت. هي De السيلولار كمبوننت. وفي الساكند لاين. يعني عندما نقلنا مثلا الساكند لاين zone خلصناه. اقسيم في الساكند لاينgeschي لينها ہے. الاسلز اتقسم سيليولار سيليولار كمبوننت. يعني ايه؟ العبارة عن ايه؟ اول حرف اللي هو ايه؟ السي العبارة عن celekarونينز في الساكند لاين харشتما هي وهو تسموه هيومورال، خلي بالك مش هيومورال أميونيتي لأن هناك منعها قداما، للهيومورال أميونيتي هذا ليس هيومورال أميونيتي عشان ما تتلغباتش، هيومورال يعني فلاويد، هيومورال أضع بصفة عامة يعني فلاويد فما اقول لك هيمورال كومبونانت يعني الفيلويد كومبونانت يبقى فيه كومبونانت سيلولار خلوي اللي هي السيلز اللي هنشرحه وفيه كومبونانت أو جزء يعني فليويد اللي هو الهيمورال يبقى الهيمورال هو الفليويدز عبارة عن woll التلاتة تانين سيتوغاينز باريار بروتين التلاتة تانين وجميع ب made clear انفاء اممو متنوزنا وهو soldêtre ملو bien عبارة عن baradd اللي هو والإنفلامتوري باريار والبروتيينز. وصلت يبقى يا دكتور أما إيجا أقولك الفيرس لاين ميكانيكا الكيميكا البيولوجيكا خلاص الساكند لاين سيلز باريار. طب ما نسموهم تأسيمة آخر. هنسمها سيلولار وهيومورال. سيلولار جزء خلوي اللي هي السيلز. هيومورال حاجات في الفلاويد اللي هي السايتوكاينز والباريار والبروتين. تمام طيب. السيلز السيلز يا جماعة هو بدأ. أنا مش فاكر أننا نبدئون بالسيلز ولا بالهيومورال. اعتقد ان السلزن اقيلها في الاخر انا بدأت بالهيومورال خلاص عشان نمشي بس بالترتيب عشان ما تقعدش تطلق بطيئة هنبدأ بمين بالهيومورال الهيومورال كومبوننت احنا قلنا الهيومورال كومبوننت ثلاثة السايتوكاينز والبارير والبروتين السايتوكاينز مش هناخدها دلوقتي فيه شابتر قدام كامل عبارة عن حاجة اسمها سايتوكاينز رسائل رسائل بتتريمي في الدم بتنبه الجهاز المناعة هناخدها قدام معلش مش دلوقتي ام الكتاب الاسم الشرحه أو المحضرات الشرحه دلوقتي هتاخدها قدام عداد طيب اللي هو الانفلاماتوري باريو الانفلماشن اللي انتخذتو في البطولوجيا مش هتشرحه في الميكرو هتاخدوه في البطولوجيا قالا انا في هاتف Early وجهة البروتينز الى صفن رضيalon. البروتينات تتفرس في الدم عندنا تمام انا عندي ثلاثا بروتينات يا جماعة يبقى في جزء الهيومورال الجوزء الثانيكانيز إذا أشرحه ممعنى الخطار او الانفلاماتوري بريير خطاتها في الب dengan التغوير ومن أنت هتشرح ما يسهل بما في السفر السيركولاتوري بروتينتا السيركولاتوري بروتينز السيركولاتوري بروتينز هو عبارة عن بروتينات تنزل في جسمنا تأتينا مناع ما هي السيكولاتوري بروتينز يا جماعة ثلاثة؟ أول بروتينات يسمونه الكمبيليمنت الكمبيليمنت سيستم ما يا أهلا دكتور؟ هذا شكل ترجام كامل ستشرحه قدام ما عليش اجلهولي انا مش باقي في كسب الله اقسم بالله هتاخده قدام ومش مشروح دلوقتي ومش عليك دلوقتي حاجة اسمها الايه الكلاسيك باسوي والاولترنتف باسوي والليكتم باسوي كمبليمينت عبارة عن بروتينات بتنزل في جسمنا بتحمينا ازاي هنشرحه قدام ماشي وبروتينات اللي هي الاكيوت فيز بروتينز ودي هشرح حالك دلوقتي ها حالة مهمة جدا وبروتينات اسمها الانتر فيرون طيب الكمبليمينت خلاص هنشرحه قدام تعال بقى نشرح الاكيوت فيز بروتينز عبارة عن ايه الاكيوت فيز بروتينز دي يا جمع بص يا سيدي فيه كائن غريب دخل في جسمنا اسمه الاندوتوكسن ايه يا دكتور الاندوتوكسن ده انت المفروض ان انت اخدته فيه تشابتر وان لو تفتكر في الجنرال السيلول وفي الجرام نيجاتف بكتيريا سم يا سيدي خلاص ما يهمنيش دلوقتي كمناعة ما يهمنيش الكلام ده توكسن توكسن مشي في جسمنا اسمه الاندوتوكسن الاندوتوكسن لما بيخش في جسم الانسان يا جماعة فيه خلية كيوت كده بتطلع به اسمها خلية اهي هرسمها لك اهي اسمها خلية الماكروفاج اهي الماكروفاج يبقى الاندوتوكسن ده حتة من البكتيريا دخلت في جسم كريم طلعت الاندوتوكسن فشافته مين الماكروفاج الماكروفاج يا جماعة ده خلية اول ما بتشوف الاندوتوكسن بتقول يا لهوي يا خرابي الحقوني ده في اندوتوكسن في الدم بتصوت بتصوت الماكروفاج بتصوت ايه يا جماعة بتصوت رسائل بترمي رسائل في الدم رسائل ان شاء الله هتعرافها قدام اسمها سيتوكينز توبين رسائل اهمهم ما عليس اعرافهم لبس اصامهم مثل Greens اندتروكن واحد وستة اندتروكين ست واحد اسمه تومر نكروسس فاكتور الفا مين دول كل Jessie elcome دول اندتروكين واحد وستة وتيومر نكروسس فاكتور الفا سيتوكينز توبين رسائل الماكروفاج لما بتصوت بتنميه وخلاص بتصوت رسائل في الدم من يسمع الصوات ؟ هو الكبد والماغن وتأتمنى صوات المكروفج التي تغيעםستجيب يقوم بيرمى الاغيوت ماغيوت بروتينز الكبد يرمى화 نفس الاغيوت بروتينا Associates إنها ماغيوت بروتينات يسبب هم دم قليلة 손ker تدعم كما dictator فيه توكسن في الدم فشافته المكروفاج فسوطت انترلوكين واحد وستة وتيومان فسمع صوات الكبد فالكبد ده هو اللي طلع يبقى مين اللي طلع الكبد الليفر تمام اهم الاكيوت فيز بروتين مثلا واحد اسمه بقى المختلف عندك مثلا يا سيدي الفايبرينجين فايبرينجين وعندك السي ار بي اللي هو السي الاكيوت في بروتين وعندك واحد اسمه المانوز بايندينج لكتين فيديتهم ايه مش علينا لكن فائدتهم انهم يحموك بيحموك من مين والإندا توكسن بسهولة خالص الفايبرينجين ايهinal الافعيدتهم فايبرينجين بيتحول لفايبرين الفايبرين يروح يحوت التوكسن فيبقى يحوت التوكسن فيمنع انتشار التوكسن يبقى بيحمينها صح وصلت يبقى تاني الاحيوت فيز بروتينز ايه قصتها قصتها ان فيه توكسن دخل في جسمي فشافته المكروفاج فسوطت يا لا هوي خرابي الحقوني تصوت رسائل يسمع مين الصوات الكبد فيستجيب فيطلع أكيود فيزبروتينز أهمهم الفيبرينجين مثلا أو السي ار بي وحاجة اسمها المنوس بايننج لكتين اللي عليك في المنهج على فكرة فيبرينجين والسي ار بي اللي هو سير اكتف بروتين اللي هو معامل الالتهاب فايدتهم ايه انهما بيحموك بيطلعوا يحموك الاكشن بتاعهم مش عليك كان كل الكلام ده موجود في المنهج القديمة وتشاء يبقى دول مين الأكيود فيزبروتينز تمام طيب الكمبليمينت قلنا خلاص هنشرحها قدام بإذن الله طيب فاضل مين بقى الانترفيرون الانترفيرون هتاخده في الشابتر كامل قدام اسمه السايتوكاينز فهنشرحه قدام بس عليك معلومة صغيرة هقولها لك دلوقتي بص سيدي دي خلية اهي دخل جواها فيروس ده فيروس دخل جوا الخلية ماشي الخلية دي جنبها خلية تانين اهي طيب خلية دخل جواها فيروس طيب الخلية دي خلاص الفيروس قدر يتملك منها فالخلية دي هتموت بتبقى الخلية دي بكwriter كالخلية مضحية تقول خلاص انا هاموت بس الب هيع 있었كم ايف Bunyi شهر ş afterwards تبقى ان خلية دية جماعة تبعت رسائل لكل الخلال لحوالهم تبعت رسائل لكل الخلال لحوالهم تقولو بقى خلد للكم ده فيروس في المنطقة يعني انه فيروس فى الأن ما فيروس هى اهي قد اكدا خلاص ماش مشكلة لكن تنبه الخلال التي حولها تقولون خلي بالك يا جماعة ده فيروس في المنطقة طب بتنبههم ازاي عن طريق انها بتدمي رسالة لكل الخلال اللي حولها الرسالة دي اسمها هي بقى الانترفيرون احنا استخلصنا طبعا الانترفيرون وبدأنا نستخدمه في علاج الفيروسات اللي هو انترفيرون اللي استخدمنا في علاج فيروس C زماني ما علينا لكن القصد يعني الانترفيرون ده بيطلع في جسمنا بيطلع ازاي عن طريق ان لما فيروس يهاجم جوا خلية يدخل جوا خلية الخلية دي تبعت رسائل لكل الخلال اللي حولها وتقولون خلي بالكو ده في فيروس في المنطقة الرسالة دي اسمها ايه الانترفيرون يبقى الانترفيرون بيطلع من من الفيروس انفكتت سيلز الخلال المصابة بفيروس طب فايدته ايه انه هو بينبه كل الخلال اللي حوليه ينشطها انها تحمي نفسها ضد مين ضد الفيروس انفكشن ضد الفيروس ده ولا اي فيروس لا الانترفيرون الاكشن بتاعها ده من يا جماعة بيبقى نون سبيسيفك إنها تقول الخلايا المصابة بالفيروس تقول الخلايا التي ستجعلها لكم أن هناك فيروس في المنطقة، فالخلايا تجعلها من أي فيروس، ليس من هذا الفيروس. لا، الإنترفيرون هنا بنشطهم أن يأخذوا احتياطاتهم ضد أي فيروس. وصلت، يبقى هذا من الإنترفيرون؟ تعال نرجع كده، يبقى يا دكتور أنا قسمت الساكند لاين، أنا شرحت الفيروس لاين، قسمت الساكند لاين سيليولار وهيومورال. وهيه سيلز خلايا الإنتر فيروس هانقلة، طب، سايتوقاينز وباريال، سايتوقاينز، والسايتوقاينز، سيليولاتري بروتينات موجودة في جسمنا، بروتينات موجودة في جسمنا، هيئمة الكمبيليمين، هيئمة الإنترفيرون، وشرحنا الكواب ليمون شغل هتأخذه قدام، الأكيوت فيزبروتين قرناء والإنترفيرون قولنات. تعال كده نقرأ الجزء ده من المذكرة. احنا قلنا الساكند لاين أوف إنيت اميونيتي. عندك لو الأورجانيزم عادة من الفيرس لاين هيقابل الساكند لاين عبارة عن سيلولار و هيمورال. السيلولار اللي هي السيلزو في إنيت اميونيتي. لسه نشرحها. طبعا إنيت اميونيتي يعني تشتغل نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك كيلر سيلز. ماشي. لسه نشرح. طب الهيمورال. الهيمورال. ستشرحها قدام. ماشي. الانفراماتي الخطى في الباثولوجيا. يبقى بقلك ايه السيركولاتري بروتين. السيركولاتري بروتينيات اللي هي مين بقى. والإنترفيرون والأكيوت فيز بروتين. تعال نقرأ يلا. الهيمورال كومبونات أو السيركولاتري بروتين. يعني ايه؟ هيمورال. يعني موجودة في السيرام وفي البودي فليوينس. طيب. عبارة عن ايه كومبيليمينت. بيتشتغل نقرأ يلا. هي عبارة عن مواد برسنت ان البلد ان اسمه البلد ان لو كونسنترشن بط انكريز باي الليفر معنا انها سكريت باي الليفر ان رسبونس وتو انفلميشن فحالات الانفلميشن بتزيد اكشن ازاي بتشتغل ان المكروفاج لما بتشوف التوكسن بترمي سايتوكاينز طبعا انا مش كاتب مش كاتب بقى انترلوكين واحد لانه مش عليك هتشرح اقام او هتاخد اقام باذن الله انت عارف المعلومة زيها ده الحال ومش وحشة اندوكسن بيحفز المكروفاج لما تطلع سايتوكاينز اهمهم انترلوكين واحد وستة وتيومر نيكروزيس فاكتور الفا من اللي بيسمع رسالتي هو الكابت الليفر فيطلع اكيوت فيس بروتينز فيديتها هي الاكيوت فيس بروتينز بتحميك بتزود الريزيستنس بتقلل التشو انجري وبتزود الريبير بتاع الليجينز يعني من الاخر تطلع تحميك ماشي يبا دي الاكيوت فيس بروتينز ايه امثلة اكيوت فيس بروتينز الرقم ثلاثة في البروتينز هي الانترفيرون الانترفيرون ده عبارة عن ايه؟ ده بروتين بيطلع من الفايروس انفكتد سيلز ماشي وبتاخده الخلال اللي حواليه اندتاكن باي الاجيسنت يعني الملاصقة الاجيسنت سيلز ايه فايدته؟ بروتكتزيم اجانستسيم اند اضر فيروس انفكشن يعني هل بتحميه من الفايروس ده بس؟ لا تحميه من اي فيروس الانتفيونيتي وفيروس سيكون الانترفيرون كونقات الهيومورال التخلال الخلايا الايه بالضبط المعروف السلزو في الانيت ايمينيتي. ما هي الخلايا المناعة الذاتية? اولا يا جماعة فيه خلايا واعتبرها هي الاهم في الانيت ايمينيتي هي خليتين مهمين بصراحة. او كل خلايا مهمة ماشية. خلية الفاجوسايتس اللي هي الخلايا الملتهمة اللي بتبلع الفاجوسايتس. تمام? الفاجوسايتس يا جماعة متقسمة اتنين. حاجة اسمها الكلام ده هتاخده في الهستولوجي مش مش مايكرو يعني بس انا بقوله لك كده. البوليمورفو نيوكليار والمونو نيوكليار والمونو نيوكليار. اللي هي البولي مورفو نيوكلي ونيوكليار نيوكليار. البوليمورفو نيوكليار نيوكليارver هو الكلى اللي هي الخلايا المهمة مثل عصاكر. إنما المونو كحوا استعمالة اليجو نيوكليار. ال shaped mass輪ات م未دالها. شكلها ثابت. المواد هو خلايا Youtube. الique Será asbestos. المونو نيوكليار هذه الخلايا نيلية. بصراحة جلياوية الفاجلات مثل العصاكر، وهي عصاكر للتحميك. تمام? إنما المونو نيوكلير اللي هي خلية اسمها خلية الماكروفاج اللي هي الزباط انت عارف أن أكبر Holzترس يعني عددهم أكبر عمل زي الجيش بالزبط الجيش المصري مثلا إيه أكتر событий هي العساكر نتروفيدز اللي هي النتروفيدز يعني لكن مين الأقوى؟ الماكروفاج بس عددهم قليل الزباط الزباط يبقوا أقوى من العساكر واللكن الزباط عددهم قليل ومين اللي عددهم كتير فهي النيتروفيل أنا دائما بمثلها كده النيتروفيل هي العساكر عددها أكبر فهي لها تأثير أكتر ولكن من الأقوى هي الماكروفاج ولكن عددها قليل الماكروفاج يا جماعة على فكرة بيسموها اسمي تاني بيسموها المونوسايتس على فكرة هي نفس الخلية هي نفس الخلية عندما تبقى في حتة يسموها الماكروفاج ولكن عندما تبقى في الدم يسموها المونوسايتس ولكن عندما تذهب للنسيج يسموها الماكروفاج 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 ولكن عندما تذه نحن امتحنات دكتوراه فالناس الكبيرة يسموني طالب لان انا طالب علم يبقى انا طالب طيب انا بروح العيادة بعالج عيانين فبيسموني ايه دكتور قال له ده نفس الشخص هو تسمى ثلاث مسميات نفس الكلام بالظبط نفس الخلية واسمها مختلف خلية ما تبقى في الدم يسموها المونسايت تروح عند تشوي يسموها ايه الماكروفاج يبقى دي اول خلية من خلية الانيت اميونيتي طيب مين تانية يا جماعة خلية مهمة جدا اسمها الناتشورال كيلر سيل هنشرحها ان شاء الله فيشابتر السيلز اميونيكي خلال مناعة سناخدها حدام باذن الله سناخد الفجوسائتس والناتشورال كيلر قدام وانتشورال كيلر قدام وهو تاخد الكلام ده مرضو في الهيستولوجي مين تاني عندك الخلية اسمها الإزينوفيلز هي تشتهز ضد البرازايتس سيكون البيزوفيلز الخلية اسمها البيزوفيلز مين تاني خلية اسمها الدنديريتكسل تمام?, هل هذه الاساسات الانيت اميونيتي? انما الأقوار اليوم ان شاء الله لما نشرحها فهيقول لك خليتين اتنين اساسيين. في الأكوايرد المناعة المكتسبة. سأقول لك خليتين اتنين اساسيين. واحدة اسمها تي سيل و واحدة اسمها البي سيل. اللي انت ختم في الاحياء. الخلاية التائية والخلاية الباقية. تمام. يبقى دي جدا الايه? السيلف الانية اميونيتي. تعال نقروا كده. عندك الفاذوسايتس اللي هي الماكروفاتش والمونوسايت. هي هي نفس الخلية. او البولي مورفو نيوكلير اللي هي نيترو فيلز. ماشي. عندك النتشراكولرسيل. عندك البيزوفيلز. عندك كل الخالة هتأخذها قدام بإذن الله هو كده يعتبر خلص الانت اميونيتي دخل في جزء ثاني بقى يا جماعة اسمه الاميونيجين زمان كان يشرح شطر كامل لوحده شطر اسمه الاميونيجين وانتجين عمدوكو السنة دي هعطونهم الاتنين مع بعض في نفس الشطر فما فيش مشكلة هنشرحهم مع بعض بس قبل ما نشرح هو أصلا يا جماعة الفاجوسيتس دي مثلا كان فيه خطوات اسمها الفاجوسيتوس خطوات الفاجوسيتوسس عملية الالتهام الفاجوسيتوسس كانت مهمة جدا لحد دلوقتي ما تشرحتش يمكن تشرح قدامي لكن لحد دلوقتي في المحاضرات ما تشرحتش فعشان كده بقول لك المنهج يعتبر متغير عن المنهج اللي قبل كده طيب قبل ما نبدأ في الجزء بتاع الاميونيجين وانتجين انا مش عايز اطول قوي في الفيديو انا ممكن اعمله على بارت تو يعني اخلي الاميونيجين وانتجين ده بارت تو في الانت اميونيتي يبقى ده جزء تاني لوحده فهنشرح ان شاء الله في فيديو تاني بس خليني بقى اقرأ معاك المحاضرة تمام بصوا حتى في الايلوز بتاع المحاضرة بيقول لك ايه انت تفرق لتعرف يعني ايه الانت اميونيتي تفرق ما بين الانت والاكوارد وتعرف خطوات الفاجوسيتوسس معين مش مكتوبة معينش مكتوبة بس بيقول لك تعرفها ماشي فهنشوف كده في المحاضرات يمكن تاخدوها قدام ونشرحها بإذن الله اميونيتي المناعة يعني ايه يا جماعة هي جاء من كلمة تلاتيني اسمها اميونيتوس معناها فريدم اف الدزيز ان انت حر من الامراض ماشي انسة الرسائل ش limited هي ساعلم اما خطوات Bristol بصفات الفساس المنيكرو اوريجيزم المناعة عنه الابين وانية واغرت فارند متأحيز من المهم انما التانية من الابين أحد مع دول م Link اميونيتي ، انا اones قلنا تلمحل من الاسم اميونيتيين انتهاء اميونيتي وانية الاسمتزيع erام رضو وانية الحلو live هي مناعة عندما تطلب حياة تحتجير ايد انت ما سetermحل اوانية الحلو mille المقبل. طيب. بريسنس. دي بريسنس بيرس. ده نيفيج غير بس serie او ثول باسيجن. يعني. ده بسينا. ده نفسيسة كونه عندما ده سينا صغير تبا. طبعا. آآ آآ آآ. ده انتجين اندبا لأناها نفسي فك. انما دي انتجين انتجين دمينات لأناها سبيسك. المنصب بتاعها. مينيت بس ضعيفة. انما دي بتبقى. بطيقة. خليت تريكونايز الانتجين ولكنها يمور افكتيف. طيب المموري سلس. الطعام لا يمكن أن تكون في المستبل ويمكن أن تكون الرئيسية ويمكن أن تكون أكبرها عملت تحتاج لتحديد الفريس إتصابه طعام الإنتي فقط من الملحب أن تحتاج إلى الأعكار الإنتي لا يحتاج إلى الأعكار الإنتي صفات الإنتي قلناهم و سنسبير إنها ارلي إنها اتصابه بعد ذلك أبدأ يقولك و العمضة و مثل العمضة و اللعي يقولها هي البكتريا و اللعي يكون سيلز و سيتوكاينز بروتين وباريار. تمام. هنبدأ بالفيرس طاين اللي هو الإعناتوميكال باريار ميكانيكال كيميكال بايلوجيكال. ميكانيكال سكن و ميوقاس ممبرين بيعملو فيزيكال باريار بيعملو الكوفينج والسنيزنج الكلام ده كله ماشي. وطبعا انت مزود حاجاتك أكثر من كده بكتير وان مزود ليلا إنهم موجودين عادات ما ديه. عشان كده انا ازودت لك ماشي عندك الكيميكال اللي هي اهم حاجة اللي موجودة في الاسكن والبودي فلاويدز بتكسر طبقة السيلوول طبقة البطاديو جلاكلير مهمة جدا المسيكيو الهي سيل اللي موجود في الستومك لانتو ميكروبيل افكت عندك النورمال بكتيريا فلورا فايدتها انها بتصبرس الجروز اوف الباسوجينيك بكتيريا وانها بتكومبيت فور الاسينشيال يوتريانس مكتوبة بس مش باية تمام وانها بتعيد لك نفس الكلام وقال لك بقى هنا السلايفا وقال لك مش عالف التيرز الحاجات اللي انا زودتها هتلاقيني كاتبها اللي خلاص طيب الاسكند لاين احنا قلناها تأسيم مرة اهي اهي سكند لاين اعسمها لك ايه اتنين بل سي و اتنين بل 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 وقام جايما اعسمها لك تأسيمة تانية هيومورال وسيلولار لكن خلي بالك دي مش الهومورال اميونيتي ماشي الهومورال اللي هي البروتينز البروتينيات عبار عن ايه يا ايما انترفيروني ياما الاكيوت دي بيسموها الاكيوت فيز بروتينز ياما الانترفيرون ياما الاكيوت فيز بروتينز ياما كومبيليمينت كومبيليمينت هنشرحه قدام الانترفيرون هو عبار عن بروتين بـ non specific defense against the virus infection بيطلع من الفيروس infected cells للخلال اللي حواليه ماشي بعد كده الاكيوت فيز بروتين عندنا CRB والفايبرينجيل بتزيد مواد بتزيد في الدم في حالات الانفلاميشن secreted by liver if stimulated by cytokine from الماكروفاج في ايديتهم ايه بتاكريز الريزيستنس بتاكريز التشو انجيل وبتزود الريبير السيلولار كومبوننت اللي هي cells of innate immunity اللي بيسموها non specific killer cells اللي هي جماعة خلايا الفاجوسيتيك سيلز اللي هي المونوسايتس او الماكروفاج والفاجوسيتيك سيلز اللي هي نتروفيل او البوليومورفو نيوكليار لينفوسايتس عندك الناتشورال كرسل عندك البيزوفيل عندك المصص عندك الازينوفيل والديندريتكسل كل الخلايا دي هتاخدها قدام تمام برضو بيعدهالك تاني قال لك هيومورال وسيلولار اللي هي مورة اللي هي كومبليمنت والانترفيرون والاكيوت فيز بروتين اللي هي